السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا والدة قاسم سناء انا والدته واللي عامل فيه كده ابن اخويا اني ابني بكلموش عشان بقول له افتح الباب اشوف ابن اختي راح ورشة ولا لأ دوقت اطلع فتح الباب وراح ضربه في صدره فبقول له بتضربني يا محمد في صدري انا مش هكلمك قال له ممتي يجي واني نازل يا محمد وراح صايبه نازل راح بسط لقيته ده نازل المغرب وانا جيت من برة رحت استفامتي ابن ابني من بيته وغداني وعبتي معاه واخر نار ابني جايبني وجاي على بيتي لقيت ابن اخويا نازل من عندي من فوق بزازت بكيزة صمرة ما عاربش فيها ايه وراح طالع لابني يقول له انا مش هسيب حالي يا ابني واني كلمتك سيب حالك ولا ما سيبش حالك انت بتقول انا هغفلك امك واختك بيغفلك ايه الكلمة اللي انت قلتها انا بدي اعرف ايه الكلمة اللي انت قلتها وسبتك ومشيت يا محمد رح جايب من المقل انت قطاري كان في الكيزة السمراء مش عارفة فاق ايه رح رشو عليه لسه ابني بيلفت وشه وكلمه ومشي رح رشو على داره فابني ببصله رح جايبه على وشه فاني بمسك ابن اخويا لقيته جير رح تقيني وطلق يجي رح تدور بشه رح تقرب ابنيه رمى عليك الكابريد الولاعة ولع في ابني ابن اخويا ولع في ابني اللي انا بأكله اللي انا بشربه اللي قاعد في بيتي ما عداعلم ابو يعمل العملية وقلت عشان بيولي ابوه وحاضره نعم وغسلله عدومه يهم يخلني يحررون ابني يحررون ابني عمري فاني طلبه حق ابني انا طلبه حق ابني الاعدام الاعدام محمد السيد ياخد اعدام محمد السيد ياخد اعدام طلب microsd طلب الاعدام لابن اخويا طلب الاعدام لابن اخويا محمد السيد محمد السيد اللي كان عيشه ملحي وباية اجي من الشغلة اطبخ واكله اطبخ واكله واقول ابن اخويا هيروح فين امه متجاوزه واحد غربوه وشايله على راسي شيل خدت كفقني وولعلي في ابني وابني صاحب عيال ويدفع ايجار مية ونور اكثر بأكل اطفال اطفال سغيرة فهما كده انا طلبة الكثار ايطلبة الكثاص طلبة الكثاص طلبة الكثاص طلبة الاعدام لابن اخويا عشان حرق Purrr Akly Abni تidir لاعدام هنطلبة الاعدام حرق قلبي على ابني حرق قلب عدمني عن طلبة طلب على ابن اعملتش فيها حاجة واحسة كل خير اعملت فيه الابن اللي مده اتبرع لابوه بدم رايح اتبرع لخاله بدم عشان بيعمل عملية قال من مفتوح يقول انا اقول وحدة رايح اتبرع لخالي يوم يقول ام ابن خاله يروح مولع فيه عشان بقول لفتعم ما شو ابن اختي رايح شغلي ولا لا مغلدشي وقال له مش تتكلم بجيب عمد لما تجي امي من برا ما تجي عمتي عشان انا بيحترم امي طلبه حق ابني طلبه من المواطنين حق ابني ويجيبولي محامي ويجيبوا حق ابني ابني ياخد حقه وابني نايم مش مرتاح وهو نايم على السن مشتش يقوله ما سيبش حقه ياما ما سيبش حقه خده على غدر خده على غدر محمد ياما محمد ابن خالي ياما خدنا على غدر فاني طلبه الاعدام 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 اختة اسم الله يرحم انا يما جيت جيت وهو مولع في الجاروش بعد ما طفى نفسه جيت لقيتهم مولع وجسمه كله متبهدل قاعد يقولي محمد غدر بي محمد غدر بي اللي هو ابن خالي يعني كان قاعد معنا هنا بقاله اربع سنين وبيها يكلوا بيشربوا وباجي انا قساها دمي في الغداء ونقدم له الغداء وما فيش اي حاجة خلي بيعمل عمل ايه قلبي مفتوح في مستشفى كان عملها في مستشفى التاسير وبعد كده لما هو خبطوه نقلوه مستشفى الجامعة قاعد بقالو اسبوع في مستشفى الجامعة انا عايزة حق اخويا انا عايزين محامي وعايزين حق اقاسم لان قاسم قبل ما يموت طلب بان هو يجيلوا حقه عايزين حق اقاسم ومحامي يترافع عنه عايزين حقه عشان هو نام مش مرتاح بالله عليكم يا جماعة احنا عايزين حق اخويا اخويا كان نفتح بيته وبيصرف على عياله ومراته وبيصرف على والدتي دلوقتي مفيش حد بيصرف على والدتي قاعدة مفيش حد بيصرفي وهي على عدة حالها واحنا عادين انا قاعدة معاها هنا بالله عليكم يا جماعة حق اقاسم يرجع محامي يترافع عنه واعدام لمحمد السايل البنى ادم اللي هو شيطان في هيئة بنا ادم حزب الله هو نعم الوكيل فيه وفي امه عشان امه السبب عشان ايه اللي خلته هنا ما اخدتهش عشرة معاها ولا عاشه ولا جابت له بيته وقاعدته مع عمرته وعياله بعد اذنك حق اقاسم لو سمحت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة